نعلم السادة المستمعين لبرنامج نهجة ريبونال مع فتح الهداوي على إيافام والإنفوسه مرهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف لوقائع صادمة ونزيد ونوصيهم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال أثناء الاستمار نهجة ريبونال على إيافام أحلى غديو ناس بكري قالوا وكلامهم مذهب لتدخل يدك للمغاغر ولا تقرطك لحناش وفي رواية أخرى لتدخل يدك للمغاغر لتلسعك عقارب ونربطه مع قضية الحال اللي سميناها نباش لقبور واللي كالعادة نحاولو باش نهزوكم فيها في محواسها ودولاشها في ربوع تونس الخضراء المرة هذي نهزوكم البنزرت أرض الجلاء أو فينوس إفريقيا كما لقبوها ناس بكري والزمان فترة أول الثمانينات بنزرت زينة البلدان بلاد المناني وكسكروت اللابلابي الفنان مقرونة الدار المشخشخة والشواري لبنين وبحرها اللي داير بيها وشبوبيت سجنان ماطر وجومين وانتي جاي من تونس وداخل بنزرت لازم باش تتعدى فوق انت رجزر زونة وتعمل دعسة لوسط البلاد والدغري تلقى روحك في زقاقات المدينة العربية كيف هم تلندلس ولا حمدلس كما البنزرتها يا عيتولا في ظهرها صور برج اسبانيا والمسرح الأثري الخشيين وديقة ديقة تلقى روحك قدام ملعق 15 اكتوبر اللي شد على أمجاد وتاريخ النادي الرياضي البنزرتي صاحب أول كأس إفريقية دخلت لتونس الحومة اللي تجي ورات تيران هي المكان اللي حشتنا به في قضية الحال وما نطولوش عليكم ونمشيو لظهر الكودية حومة شعبية سخونة شهدت على تاريخ كبير من أيام الاستعمار وظهر الكودية معناها حد بتجمل على خطرها جاية في صعدة مقوسة تكربت الجمل الشخصية الرئيسية لولا اسمها خالد ولدي 17 سنين يعيش مع خالده ورجلها وبناتهم الزوز اللي أصغر منه أم خالده بو حبو يتفردوا نهارتها ويخرجوا يحوصوا شوية وحدهم بلاش خالد اللي كان بي بي شكاع ودي ما يبكي شدوا ثنية متلين تري قرس الجبل بش يعملوا محواسها في القرية وهذه واحدة من الأماكن الشبابة اللي تسلب العقل أمه وبوه عملوا أكسيدان في حنية المرواح وتوفاوا على عين المكان ومراجعوش يهزوها خالد تربى عند خالده واللي خذاته من عند أمه وكوم الحم في القمادة حنت عليه وعبدته كيف ولدها اللي ما جابتوش كرشها كانت تنحي جدما من فمها وتعطيها له رجلها الهادي كان عكسها تماما يكره خالد ويبخر بريحته عمره ما تخلي الباله ولا لقلبه وفم عليهس السيد هذا سكير عربيد وطباع وخايبة وديما مترصد الخالد وشدد له قول وصل يضربه بسببه من غير سبب ويخرج فيه الغلي اللي ما نجمش يخرجه في بوه قبل على فكرة بوه خالد والهادي ما كانوش صحاب وكانت بناتهم مشاكل ورث ورث متعدار نسيهم الزوز واللي هما تواء عايشين فيها هناني بناني لا يدفع لفرنك ولخروبة خالد من صغره كان فايق وحروكي وما يركحش جن أرجت وما يرشفها لحد ومن اللي يوصل للعام والسبعتاش برشن وعلمتو خشنتو دي ما عايش البرة ومايروح كان ما يتهنى عن نسي الكل يروحو والحس يبات في الحومة ليلة من اللي يالي هو مروح للدار باش يرقد يتسرسب على طردش صوابعو باش مايعملش الحس يلقى الهادي رجل خالدو بالعو دودا يستنى فيه على فكرة بيتو مش بيت على بزو معناه كيف ما يتمنيها كل مراهق في عمرو أما كانت بيت السطح عاتيت هالو خالدو يسكن فيها والحق يقال مزهزة هالو باللي تقدر عليه قلنا خالد تخليه تسرسب كالسارق وضوب مخلقت البيت وشعل الضو يلقى الهادي راس راس معاه يلقى باباي يلقى باباي من حين جبد السبتة وتخلى عليه هذي تنفع هذي تضر هذي تنفع هذي تضر خالد عزوزة وما يهمها قرص الهادي يضرب وهو شهادة جارد مع لبالوش بالسبتة الجلد ولا حياصة الحديد الهادي يضرب وهو عرض على شفيف ويجزجز في سنيه من الغل ويسيح ويتبس تضرب أضرب أضرب والله العديم لا يوجاني حد شيء وكان جاي بابا حيرم يتيقصهم كلام خالد وتبسيمت وزادوا هبلوا الهادي وخلوها يخرج من سينته والسيدة تخمر يضرب ويسب في الولد يضرب ويسب يضرب ويسب يضرب ويسب خالد اسمع السبان تحول ووذنيه وقفه عينيه وساعه وقلبه ولا يضرب في الميتين وبقهر السنين والظل اللي عايشوا فيهم الهادي يوخر ويقدم ويعطيه راس محبس في عينه قص عليه الظو جملة وجابه ممدود فوق البنك اللي بتبيعته يعدي في آخر أياماته وتقسم بيه في زوز ومن الفجعة خالته وبنت هالزوز طلعوا يتجراه اللي بتستح ومن اللي خالته بدأوا يغوت ووهو ووهو بابا مات بابا مات ووهو راجلي مات ووهو الهادي ملتوخ كثور في القاعة والدم ينز وخالدش بالكرسي وبنك في القوام تهالبيت شعل سيجاره وقعد يتمتع بالمنظر اللي تمناها عنده سنين بعد قاموا نسيت تباكى هساك حط فيه جروده وباسخالته من راسها واستسمحها وسرحها على روحه وهي المغبونة تبكي يويلها من رجلها المدمد ويويلها من ولدختها اللي مل وصبر وفام من ظلم رجلها وقرر ليلتها باش يفرقها في سلام الليل حط على سقيه وطلع من استح دار خالته وابط على سور جبان فيهود المنصوبة في وسط الحومة دز الباب وتخل بالسرقة على عمر جب العساس اللي حطته الدولة يحمي في اللي بقى من قبورات الموتة باش تفهموا احنا فين لازم نحكي لكم على تاريخ الجبانة هادي اللي ترجع ليعامات الحرب العالمية الثانية ولا حرب الألمان كي بيسميوها هتلر كيف هد على فرنسا بجيش والعرامرم كان يلوج على يهود غادي باش ينتيهم وبعلم من فرنسا هربوا برشا يهود فرانسيس وتوينسا اللي هرب لتزير واللي هرب للمغرب وليبيا واللي جال تونس وشد اثنية جربة ولا اثنية حرق الوايد وبن زرت فرنسا قرت من بعد تبني الجبانة هادي للجالة اليهودية الموجودة كلنا في بن زرت وتحديدا في ظهر ريكوديا ومن نفس الحومة جينا الشخصية الثانية وهي حسين شهيرا كاي كاي يجي والد عمر جبع سيز جبانة ليهود والإنسان اللي قاين بها ينظف ويعس على قد الجهي كاي كاي وخالد قرأوا مع بعضهم في المكتب من بعد دخلوا يكاوروا في الناد الرياضي البنزرتي وكانوا متشابهين في الطبايا زوجوا فروق طايرين ومهفات في عمر السبعتاش كان عندهم العط وعملين باك وما عملوش اللي مكهب على الاربعين الزويس كانوا سرحين في البطاحي تلقاهم حاضرين في نوفي وقمار وحاضرين في العرق والمعروك مايردوا هاش التالي الحصيلو مايتفصلوش واللي يقربهم يكاوروا به وحتى دي أكبر منهم في العمر يخمم ألف مرة قبل ما يشري معهم الشبوك لي لو هما سهرين يعملوا في طريح هربة بالكلفور والتكالفيرة بلغتنا حسين كاي كاي حكايل خالد حكاية بيش تبدله مجرى حياته تعرف ساحبي خالد اليوم صارت حكاية غريبة غريبة عجيبة ولا غريبة عجيبة ولا عجيبة غريبة تيبش تبدل تفرق فيهم كالعادرة ولا تنزروحي ويروحي نخليك الجنون في الجبانة تعوو يركبوك بيهي كمل أحكي برك وما تطول هيش كالعادة حسين حكاية الخالد الي فما فاميليا جيت من فرنسا تزور في قبر مماتهم ملقاوش قبرها بما انولاد الحلال قلعوا الرخام وفردوا القبر وحتى من زرسا ذهب قلعوها من فم المرأة وطاروا بها وزيد قلوا لي هذوبا مش أول فاميليا جي وتبدأ تسب وفم ثلاثة فاميليا داخلين كيف كيف عمر جبع كالحسين والد وقلوا شوف هذا سر بناتنا لهود عندهم تقاليد كيف يموت الميت عندهم يكفنو وقبل ما يرميوها فوق الطراب يحطوا معه قطعة ذهب ولا فضة كان الميت يحبها وتعز عليه عمر جب شد برشا قطعية مغرجين قلل فيها خناجر صغار وسياغة وكان كل الليلة يبدأ يجري ويحصر فيهم المعلومة اللي حكيها عمر جب الحسين مؤكدة وفم حتى واحدة كيت بقتروح رسالة الدكتوراه في طريق تأبين الموت اليهود وحكيت على فاسة الذهب والفضة والأعجار الكريمة بس محا خالد دينا حكيت لك وامنتك والسر يموت بيني وبينك وكان يفوح بابا ترسيله في حل وربط تيلا أخير انت دخولي ما جبتو شمي وفي الشدة لقيتك تاني يا ساحبي عليك امان الله وسرك فم مخيت مفتح وضايا خالد واقيل الكلام اللي سمعه وغشو وقعد يوزن فيه في مخه ومن بعد قال مدام ساحبي أمني على سره مستحيل نخل لمانا وهذا اللي صار خالد من اللي خرج من دار خالد ومعادش عنده بقع يبات فيها المده الأولى قصد بيت ربي وحكيه مع إيمان الجامعة متحهم تقول له تنجمت بيت نهايرين من بعدهم لازمك تتصرف وتلقى سكنة وكيف كملوا النهارين قعد من بقع البقع ومرة يبات في جردة بنت الرهي في وسط البلاد ومرة في حضيرة حسينه لولد ولا كينه ابن بطوتا ساكوا فوق ظهره وفي نتيح اللي لبيت ليلة والحال خريف مخرف والسقعة تشوي خالد مش هسهر في بقعة العادة مع حسين اللي جاب له فايم سخون ينزل عجيري ورمع ذامك السخونت رهابت والليل طويل والله غالب بابا ما يحبش البراينية تبيت حذينها ماك تعرف حسين كمل حدية سوعة ومع دورة لحدش متاع الليل قل له اه طوى نخليك ساحبي بابا يعايت وهو مفتاح بيت العسة ويركش غادي لا تشعل ذو لا تعمل حس بابا كان يشلق بيك ترسيتلك بيت بحذ القبورات ويانا ترسيتلي بيت معلق فس رد كذ حي خالد لبسو سكبابت وفرش شغطاه ويركش في بيت عمر جب ويرخالو مع تلين انطاع الصباح قام على حظلة وحس جاي من بعيد بتعوي أحد ولا وحدها بتعدي حذا البيت شنوه هذا وشنوه الحس الغريب قام ديقة ديقة ورماعين من الشباك الصغير بتعبيت العسة أما مهلا شايل استعود من الشيطان وقراد تعويضه وعاود رجع على قدم التعب الصباح على الفجاري رجع المفتاح تحت العتبة وينناعته حسان وسكر الباب وسرح في حال سبيله وقعد شهر هو على حاله هذيك يسرح في النهار وفي الليل يركش على حسان في الجبانة ومن بعد يبات في بيت عمر جب نهار سبت مخر في الليل وهو راق تسمعها نفس الحاثلة نجز من فرشو تقول عاد توجا في زمانه من بعد على ثلاث شسواب ومشال الشباك وشاف شوفة غريبة رجل كبير شعره أبيض نثوش قاعدة لكرسي متحرك بجنبق بر وكي نلوش في حاجة خالد جمد وعرق الغلبة بطلو قطع نفس وقاعد يتبع من بعيد الراجل كمل الفرط من بعد خمر الدنيا وندهب كارروز طهورك فوقها عجاجة بخلي وراها العجاج خالد قلبه في الميتين ومتحنى كان ما بيتلحس وقاعد دم سجعر الحين في نجال ومتهنى وطمان إلا ما الصبح شأشأ وربلوت رجع المفتاح خمل الدنيا وصرح في حال سبيله شد نية القهوة قهوة الحومة وركش غادي سوعة من زمان وحسان كان أحداه عملوا كابيسام ومتبعد سرحوا مع بعضهم يسترسقوا في سوق القمل مارشيو بلوس وهذا السوق في قلب بنزرد فيه كل شي حتى حليب الغرة تقال من اللي وصلوا عملوا دورها وعكلها عالتجار والنصابة فماش يكون يحب حمالها ولا برحة وهذا تبارك نقبل عليك ونخدم اللي يجين مهم الباحيم سحرة سحرة وضاربها الشيح الزوالي تشدوا عطبة الجامع في فن باب السوق وقعدوا يكحلوا من بعيد وكيسوا في اللي ماشي واللي جاي هكاكا وخالد نجز من بقعته وقام تقولش عليها ركبوا جن ايهاك هنين ادرجوا نرجع لك ساحك خالد مشى شوية وشد فران قدام نصبه متاع راجل حاتت كاردونا ورامي فوقها أخو الخال ذهب طرف الشرك فضة وحوير أخويتم أنتيك خالد عمل لعنينا ورجع لحسان تبعني ومتركز برشة معايا ومتتكلمش قدام الراجل ودوب ما نكمل ونحكي لك على الموضوع حسان يسمع كلبه هالي ومش فيها مواله أما معكثش خالد وعمل باللي قالوا عليها خالد خلى صاحبه حسان بهاتي ثبت في الشيء مش فيها مش قال المروكي ومشير النصبه الله عينك باب لك الخاتم لك حل اللي فيه نجمة للبيع اي والدي امارة وغالي شوي حقه وعشرين ديناء يعليش عشرين يا حاش يا أخي مصنوع من الياخوت القطعة هذي ذهب ذو قربع عشرين ومزينة بالعقيق لك حل الخاتم ياوليدي زمني وعزيز على ناشر شهاري ولا تسروا برا يا حاش شهاري وفلوسي حب على الطاولة أما قل لي شنية النجمة اللي فيه نقول لك ولدي وانا لكيفاش النجمة هذي نجمة داود والخاتم يسميه الخاتم سيدنا سليمان واخوتنا ليهود يناديولو ماجين دابيد يعني درع داود خلدي يسمع ويدوح في رأسه وحسب روح وفهم وهو بيز كما فهم ويلو وزيد مكتوب ومنقوب حتى ميت فرنك حق كسكروت ما عندوش خالد رجع الخاتم فوق الكاردونة وقال الشي بالجملة السحرية اللي يعرفوها التوانسل كله ويستعملوها كيف يحبو يسلوها جوينية نعم لدورة ونرجع لك بابا خالد غمز حسان وقال له انده ورجع وركشه في القهوة حسان قتله الفضول وحب الاطلاع ماذا بيه يفهم اللابذ ومن اللي خالده تيامشي يا خالد شبك مراجة تيحكي شبك موسوس تقور ريت عفرية مش عفرية يا عشيري يا مجن الجبانة اللي حكيتلك عليها عندي جماعتين تفكرتو بابا البارح شوية لبيتني فشير على خاطر وصاني نشري ايطر احليب ونسيت وانتي دخول لي جماعتين التالي الراجل اللي على الكاروسة بربش القبور تفكرتو هو بيدو اليو صفتهولك تتفكر موش قتلك راجل كبير شعره قبيض عم شعشط وريكب علي الكاروسة ايه 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 شنة المشكل قاعد يسترزق كيف امة سيدنا محمد الكل ايه يسترزق متفاهمية اما شفت فش يبيع ماو اخي لازم نقولك هنائبير برا برا طاوة فهمتك حبت تقول لي الاقطاعي عشبتهم القبر يعيني عليك صاحبي حسن ولا الموفتش القبور هخير تي ما قل لي من اللهل بربش القبور بش نفهم كراني فكي ونعش بك ايه ما قل لي طاو من لخت فيش تكمبس واني نعرفك ما ترتاح الا ما تعمل مسيبة وانا نمشي كالعادة في السقيع خالد عمل جبدة من السيجارة وصراحة في افكار ومن بعد قال الحسان اسرح على روحك انت توت وانا لازم نتأكد من الحكاية وهاني باش نتبعوا الليلة ملتقانة في ركشة العادة وراسور الجبنة وطعن عطيك بحث وصاحبي خالد رجع على عطبة الجامعة اللي في سوق القمل وقعد دي جانس في برباش القبور من بعيد وما غير ما يشلق جاء العصر تخلي المغرب وهو متصمر وعينيه مرشوقة في الشباني وطعن السيغة اللي فوق الكاردونة اذان المغرب قاب وبرباش القبور لما القطعات رميهم في شوليقة خميش وسكر عليهم توا كاردونته وسكر روسته وغب في الزحام هذا الكله خالد عينيه عليه متهزدش وشدتني وراه بيت بيت داردار زنجا زنجا الشباني كان يعزم وسريع بطريقة غريبة هاو تخل في حظبة هاو اطلع في سعدة والولد تخالد بلحوح وطلع من الدخار اللي يسف فيه وغمله على قلبه وفي لحظة ما عادش ينجم وهبط على الكيب وقعقع كالجمال اللي رجع في النفس على هزة راسه الشباني تخل في زنقا ضايقة من زنقابة بالجديد والناس اللي تعرف من زر تمليح وخاصة اللي بدين العربي متاحها تعرف اللي البقع هذي عبارة على متها واللي يدخل غادي يدوخ ويحير وينجم يعدي نهار كامل وهو الداخل خارج من زنقا لزنقا وكيف يفرح في بالو سلكها يلقى روحو في نفس البقع اللي يدخل منها لحسيله خبيلة خالد داري مين داري سار ملقاش هاي الشباني كسر بيه تكسيرا تاع كريستيان ورونالدو وقال له كان كراجل وعنده قرعين جيبني خالد يسئل الحومة الكل على الشباني مولا الكروسة والنافع على الله حد ما جاب له خبر ولا اعطاه الصحيح والكل كيكسو فما اللي طفاه وزيد فيه وفما اللي مهما بش يتكلمهم بعد بطل ومشي على روحو خالد بفطنته حس اللي هو وصل للشباني قرب له ومعادش برشة بشي طيحه شعل سيجاره وبرك فوقعت بالدار وصرح في الضخمهم اه يا معلم كانت يحبيها الشايوبة العايب إلا منا حلو الذهبات والخيري والميري اللي نهبو من القبورات ونولي من أعين البلادك ووقتها ونشري دار ونجيب خالتي واخوتي لبنيات ونعيشهم أبعضنا والهيد يا رجل خالتي نعرفه وساقت ويحب الفرنك نعاود نعطيه تريحة بيه ونسكنه معنا اما نعيشه ذليل هو هكاكا يفرش في الحصيرة قبل الجامعة ويخمن في مشاريعه والمستقبلية يشوف في فرخ جاي يجري طاير وظاهر والبحومة وقاتلها مليح خالد وقفه وقال له لوج على رجل كبير شعر ووبي ذم شبشب وراكب في كروس لولد وجوه تقلب ورجع على التالي خالد فهمها ومخممش برشة وقال له نعطيك خمسين فرنك كاملة لولد الصغير قال له تعطيني في يدي انوصلك اما ما تقولش اللي انا وصلتك خالد مدده الفلوس وقال له انده انا وراك من بعيد باش ميفيق بيك حد وهذا اللي صار الفرخ الصغير مشى بيه في زنقة وكسر بيه الزنقة اخرى وخالد يتبع فيه لينلقى روحه في زنقة متعديش والدار الكبير اللي في اخر الزقاق هذك هي دار العيب اللي على فكرة اسمه طلع عرجب وعيته له بوناب لو رد الصغير غمزه بشناته ع الدار وطار عجاجة خالد وصل قدام الباب وبدأ يمحص ويتفحص في البنية اللي ما تركبش على بعضها ومتجيش متع واحد عايب وحالة ورثة هذي دار متع واحد ماركانتي من حين وقدم ليه وصل الباب الدار لسق وجهه عالباب باش يتصند ويسترق السمع وهو حد تخده منه والباب تحل خالد شد الباب باش ميعملش الحس ومن بعد تخل الخطوة وقف وعمل دوره بعينيه في البقعة وشاف الكروسة نطع بوناب في فموسة الدار وستكمل خط اخرى ضربته ريحة خايبة برشن سكر خشمه وعلى ثلاثة شصوية وتخليه تترسب اما الدار كانت فارغة وبوناب مفهمش ريحته تقول ذاب خالد القادروج يهبك الكهف مشهله حل الباب وتخل لام تحيس رجع شرع الباب باش يدخل شوية ضو وشاف جازة فوق الطاولة شعالها وقعد بيت في اللي شافو الشليقة لقماش الكحلة اللي فيها قطاعها الذهب والفضة بدي يحل فيها وهو مزال ماكملش ودجيه ضربة بالاهروة من تالي جبته قد وقد دقاها بوناب كان متخبه ورا الباب مترسدله يستنى فيه بما ان الصباب برشة في بلادنا والمعلومة اللي فما واحد عنده سوايع يلوج عليه جاته سخونة تللش خالد من قوة ضربة في راسه مزادش برشة وسلم امره للحالي بوناب جبدو لاخر البيت وبعد الطاولة والكليم الكبير اللي تحتها وجبد المسحة والاهراوة وبعد الطراب اللي في الحفرة سويع بقع تقبر بانت من حينه جبد شثت خالد وقاله طواب اشتبات بحض اخواتك اللي الطماع جابهم للموت كيفك ومن بعد رمع ليه الطراب رجع الكليم والطاولة وسكر الباب ومشى على روعه وتعدات الايام حسين متواوش على صاحبه اللي جمعة كاملة ما شفوش وهم كانوا متفاهمين باش يتقابلوا ليلتها اما مجيش وحتى البيت من نهارتها مسكرة وبين اللي ما بات فيها حد وقتها حسين مشى البوه وحكيله كل شي من نهارة الاسكن خالد في بيت العصة من غير ما يحكيله وحكاية الرجل الكبير بربش القبور ابوهم الخوف على ولده من غير ما يشعر هز يده وعطار حسين كف هو بيته على خاطره خان السر اللي امنوا عليه وقال له كان سألوك على صاحبك ماريتوش ما تعرف ليه حد شي سمعتني وليلها حسين دنكس راسه ودموعه هبطت سياله من بعد عنا قولده من الخوف وحكيله على ابوناب اللي كان يهارفه مليح وفيق به بربش وزيت قلولي في الحقيقة ما هواش عايب بقى ما يدز في النح ويتلب في الجرة من الخوف منه كان مسيب ويبربش على خاطره راجل شراني وكان طايح على روح وشد عليها ثلاثين سنة عبس في الأخر قالوا تعرف يا ولدي ناس بكر يقولوا كلامه مذهب الفم لمسكر ما يدخلوش الدباه صاحبك شي تنغروا وهزوا للمالك وهذيك عاقبة الطمع قضية اليوم من نهجة ريبونال دراما نص رؤوف العياري إخراج أنين مرابط